وحول المساعدات الطبية الإماراتية المقدمة إلى غزة ينضم إلينا مراسل الغد من معبر رفح محمد أبو نموس ومن دبي عبدالله الزعبي رحب بكم زملائي أبدأ من عندك محمد هل وصلت شحنة المساعدات الطبية الإماراتية أو ليس بعد يعني داليا حتى هذه اللحظة لم تصل هذه القافلة إلى قطاع غزة ولكنها الآن متواجدة في الجانب المصري من معبر رفح البري حيث نتواجد الآن على بوابة هذا المعبر هذه القافلة التي تحمل أكثر من 14 طنا من المساعدات الطبية وأيضا المستزمات الطبية التي أرسلت من دولة الإمارات العربية المتحدة الوزارة الصحة في الغطاعة تتطلع بشكل كبير إلى هذه القافلة التي يؤمل أن تساعد في الأزمة التي تعاني منها وزارة الصحة وأن تخفف من وطأة هذه الأزمة لسيما وأن وزارة الصحة قالت مرارا وتكرارا بأنها تعاني من أزمات كبيرة ونقص حاد في المستزمات الطبية والذي وصل العجز فيه إلى أكثر من 65% ما بين معدات طبية وأدوية أيضا طبية يحتاجها المواطنين والمرضى داخل قطاع غزة لسيما في هذا الظرف الصعب داخل قطاع غزة ونحن نتحدث عن ارتفاع مستمر للإصابة بفيروس كورونا والحالات الحرجة اليوم أكثر من 1015 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية و 12 حالة وفاة نتحدث عن أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي حتى هذه اللحظة منها قرابة 9000 إصابة نشطة في هذه الأوقات هذه الأزمات بشكل عام ستزيد من وطأة الحصار الذي تعاني منه وزارة الصحة كما باقي المؤسسات داخل قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي الممتد منذ قرابة 14 عام من رفح إلى دبي معك عبدالله الإمارات من الدول العشر هي الدولة الرابعة من أكثر الدول التي تقدم دعماً لفلسطين نحن نتحدث الآن إذن عن الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية ماذا أيضاً من المساعدات الموجهة من الإمارات إلى فلسطين نعم بالفعل هي الدفعة الثالثة التي ترسلها الإمارات إلى فلسطين أو إلى قطاع غزة لمساعدة القطاع الطبي على مواجهة جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية الإمارات ومن خلال وزارة الخارجية أوضحت أن أرسال هذه المساعدات يأتي في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الأشقاء في فلسطين لمواجهة جائحة كورونا حيث تم إرسال المساعدات والمستلزمات الطبية بداية من شهر مايو الماضي بالإضافة إلى استمرارية إرسال هذه المساعدات على مدى ثمانية أشهر الماضية وزارة الخارجية أيضا أوضحت بأن إرسال هذه المساعدات يأتي كالتزام من دولة الإمارات بإرسال المساعدات في مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية وأيضا لدعم القطاعات المختلفة في الأراضي الفلسطينية حيث ساهمت خلال السنوات الخمسة الأخيرة بأكثر من 187 مليون دولار لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية الإمارات لم تتوقف أيضا عن إرسال المساعدات منذ بدء الجائحة وقبل حتى الجائحة لكن خاصة في جائحة كورونا هي لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى العديد من الدول هناك مساعدات قدمت لأكثر من 120 دولة وصل حجم هذه المساعدات إلى أكثر من 1600 طن من المساعدات الطبية لم تقتصر هذه المساعدات في تقديمها على الدول الصديقة لدولة الإمارات حتى الدول التي تختلف معها سياسيا ومن ضمنها إيران أيضا تم تقديم المساعدة لها خلال جائحة كورونا هذه المساعدات استفادة من خلالها من الطواكم الطبية أكثر من مليون و600 عامل في القطاع الطبي حول العالم وفي هذه الدول التي تم تقديم المساعدة لها إذن الإمارات مستمرة في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني هي ملتزمة التزام كبير بتقديم هذه الدعم في مختلف القطاعات والقطاع الصحي الذي يعاني في قطاع غزة خصوصا ملتزمة به الإمارات أو من خلالها الإمارات بتقديم المساعدة لدعم هذا القطاع وأيضا تعزيز جهوده في مكافحة فيروس كورونا شكرا جزيلا لك من دبي عضل الزعب والشكر موصول كذلك لمحمد أبو نموس من معبر رفح